أطلق غبطة الكاردينال بيرباتيسيا باتسابالة باطليرك القدس للاتين صرخة ألم ونداء للسلام في مواجهة الوضع المأساوي الذي يمزق الأرض المقدسة لافتا إلى أن ما يحدث على أرض الواقع هو مأساة غير مسبوقة لخطورة السياق العسكري والسياسي الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم يضاف إلى ذلك تدهور السياق الديني والاجتماعي بشكل محبط جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها غبطته في الجامعة الحبرية بروما أكد فيها على ضرورة السعي نحو السلام في الأرض المقدسة بالاستناد إلى ركيزتين أساسيتين من الإنجيل وهما النظر إلى وجه الله والنظر إلى الوجه الآخر وحذر الكاردينال باتسابال الكنيسة وكافة الفاعلين في المجال الرعوي من الخضوع لإغراء ملء الفراغ الذي تركته السياسة مشيرا إلى أن مهمة الكنيسة تتمثل في خلق طريق يمر عبر الاستماع إلى كلمة الله والشهادة على السر الفصح للمسيح ترجمة نانسي قنق�ley